في شأن الاقتصادي شكع عددون من أهل العاصمة بغداد من نقص المواد في السلة الغذائية التي تقدمها وزارة تجارة شهرية للمواطنين نتابع بطاقة تومينية قالوا السلة الغذائية أن هذه السلة الغذائية ستجيكم تمن محمود والزيت والشكر تجيكم وجبة واحدة الوكيل الذي يوزحها واحدة واحدة وذاك استلمنا هذه المرة التمن يعني مول الشسمة اللي قالوا عليه محمود الشسمة يعني لا هي السلة غذائية صحيحة ويطوكيها مثل ناقوط الحب ماكو يعني شهر استلم زيت شهر استلم قطية معجون أما تطلناها مبلغ ونحن نشتريها ونفضل مشكلة وأما أنه تجون الدقيقون وتحاسبون الوكالاء اللي ماذا يلتزم أو ماذا يجيب الحصة زين الطحيني يأخرونها شهر ينطون وشهرين ما ينطون في شديد اليوم الحصة التومينية المواطن العراقي بدأ يشكمونها بدأ يتضمر منها بدأت نواقص كثير من الحصة التومينية وضعت على المواطن العراقي حقيقة يجي شهر يدعينا الوكيل لاستلام الحصة التومينية وإذا بيها مادة بالوقت اللي هم مخصصين أربع مواد إساسية زائد زائد طحين زائد الشكر غير المواكوب بدأت موكو سلة الغدائية أن يفر لهم وقود مال في سلة الغدائية كل حصة في شهر وانتوين في كل نفر خمسين أو كل نفر مية حتى يسد حاجته لشراء بعض المواد الغدائية الحصة الغدائية أصلاً مات ولا تكفي بالأي عائلة زغيرة أو تبيرة لأن المصيبة قرضوها تقرض يعني من 13 حاجة شنا ناخذ إلى 14 سابقاً أصبحت أربع مواد وأربعة مقطعة مواصلة لوك وتواصل بيها ما يخالف لكن أربع شهر يطونك وشهرين ما ينطونك هذه المصيبة